رائد ما الذي يرصد من حيث أنت لهذا اليوم هل من تغيرات من الممكن أن تسجل إذا ما أردنا أن نجري نوع من الإسقاط أنه كان هناك ردة وضربة إسرائيلية على إيران أم أن الموضوع لم يؤثر ولم ينعكس على المشهد لديك بالفعل كانت هناك حالة تأهب قصوى من قبل الجيش الإسرائيلي على امتداد هذا الشريط الحدودي حيث كان من المتوقع أن يرد حزب الله كأحد أذرع إيران أو أذرع إيران العسكرية تحديدا لكن كان الصباح الباكر يتخلى له فقط بعض الضربات من جنوب لبنان يعني تسلل بعض المسيرات الجيش الإسرائيلي قال بأنه أسقط أربعة مسيرات أو منها ما سقط من ذاته في مناطق مفتوحة على حد تعبير الجيش الإسرائيلي بعد ذلك تخلل الموقف ربما أدعى زميلي المصور في ظل هذه الرسالة أن ينقل الصورة لكم من الحدود حيث هناك لازالت عمدة الدخان تتصاعد إثر بعض القصفات والضربات القصف المتبادل ما بين الجانبين حزب الله والجيش الإسرائيلي حيث بدأت بعض الرشقات الخفيفة أو الضربات الصاروخية الفردية من جنوب لبنان تستهدف مواقع عسكرية أهمها هاردوف موقع هاردوف الواقع في إصبع الجليل تلقى عدة ضربات وكانت عمدة الدخان تتصاعد ليست هناك أنباء عن إصابات أو خسائر من جانب الجيش الإسرائيلي ولم يعلن الجيش عن أي معلومات بهذا الشأن لكن مشاهداتنا أن عمدة الدخان كانت تتصاعد وعدة مرات إثر عدة ضربات كان الأهم في الصباح الباكر هو شبه هزة أرضية تزت المنطقة بمجملها وصحة جميع سكان المنطقة ودوت صفارات الإنذار في أكثر من 200 مدينة وقرية ومستوطنة وكان الحديث أن هذه هي هزة أرضية لكن الجيش أعلن بأنه قام بتفجير مجموعة أسلحة كان قد استحوذ عليها من معارك جنوب لبنان أيضا العمليات مستمرة هذه أعمدة الدخان التي نشاهدها هي إثر قصف من جانب حزب الله منذ نصف ساعة تقريبا كانت هناك ضربة قوية أيضا اهتزت الأرض نحن نفرق ما بين القصف المطلق من ناحيتنا وهبوط القدائف أو سقوطها عندما تسقط في منطقتنا القدائف بالفعل تهتز الأرض رشا فهتزت الأرض هزة قوية ما أسفر عن اشتعال اندلاع النيران في المناطق الإسرائيلية ونتحدث عن مناطق الشمال ومن ثم أعمل الدخان التي تتصاعد من مناطق عديدة بالفعل هناك مناوشات قصف متبادل وإن كانت وطيرته منخفضة مقارنة من الأيام الماضية دخول مسيرات لكن هو لا يرتقي إلى المستوى الذي يمكن أن نصفه بالرد الجزئي من قبل أذرع إيران يعني ردا على الضربة الإسرائيلية لإيران لكن حالة التأهب القصوى موجودة على الأرض وفي سماء المنطقة حيث المقاتلات الإسرائيلية سلاح الجو الذي يجري طلعات مستمرة ويقصف منذ لحظة الآن سمعنا دوي انفجار وهذا عبارة عن قصف من المقاتلات التي لا زالت تحلق في سماء المنطقة إذن الأعمال العسكرية مستمرة وإن كانت وطيرتها أقل بكثير من الأيام الماضية لكن ربما ساعات النهار طويلة ربما يشهد هذا النهار استعار وتصعيد بالأعمال العسكرية رائد بأنه لا يعتبر الهدوء أو ما يوصف بأنه هدوء حذر في الفترات الصباحية بأن يستمر إلى المساء وغالبا ما يكون عكس ذلك ويكون التصعيد في أوقات متلاحقة من ذات اليوم الذي يسجل هدوءا بعض رشا اسمحي لي أن أضيف بأن بيانات الجيش الإسرائيلي تقول بأنها ضربت الإمدادات العسكرية التي تصل إلى عناصر حزب الله من الأراضي السورية من الحدود ما بين لبنان وسوريا في منطقة البقاع وكان يتحدث عن ضرب بعض الإمدادات وإمدادات أسلحة تحديدا بالصواريخ التي تصل عبر عناصر حزب الله والتعاون الإيراني مع حزب الله اشتركوا في القناة